اشتركوا في القناة ووزير الخارجية ناصر بوريطا كما تعهد جوزيب بوريل بان لا يدخر جهدا في تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية رغم الصعوبات التي تعترضها ما بين الفينة والاخرى حيث اكد مسؤول الخارجية في الاتحاد الاوروبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغرب ناصر بوريطا بالرباط انه يستهل زيارته الى المغرب خلال العام الجاري وهي اول زيارة له للبلاد كرئيس للدبلوماسية الاوروبية وتأتي لبلدا يعتبر شريكا موثوقا وقويا واستراتيجيا على حد تعبير بوريل للحديث بتفاصيل اكثر هذا باسمكم بضيف التحرير لهذا اليوم السيد الحسن اقرطيط الخبير والبحث في العلاقات الدولية السيد الحسن اهلا ومرحبا اهلا وسهلا لوستد نفلي من اين ابدأ؟ سأبدأ من اين بدأ بوريل تعلم شروط الزيارة كيف تمت وتعلم بانها اجلت وتعلم بانها الاولى له في منصبه الجديد داخل الاتحاد الاوروبي وهو اليوم حتى يعتبر نائبا لرئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي بدأ بتهنئة أصود الاطلس على ما حققوه في كأس العالم في لغة التواصل والاتصال هل هي بداية لتأكيد على الاحترام على التقدير وعلى ايضا التعامل الند للند مع دولة كانت بين الاربع الكبار هناك في مونديا القطر وان كانت عبر بوابة كرة القدم ولكن لها قيم لها خلاصات لها استنتاجات اخرى ان هذا البلد الذي تزوره اليوم هو جزء من المنظومة وقوة تسير بثبات الى الامان صحيح الاستد نوفل اقرب طريق الى المغرب كان هو تهنئتهم بما حققه على المستوى منذ القطر جوزيف بوريل كان من لازم ان يأخذ الوقت الكافي بعد الزلة وانقلها بوضوح الزلة او الخطأ الذي تم ارتكابه على المستوى خطابه خلال اشهر اخر الذي لم يستقبله تعكيد عقب الزلة كانت هناك زيارة مبرمجة تماما ولكن كلامه الذي قال لخارج السياق وخارج حتى ما تخدمون دول اوروبية وخارج سياق دولته اسبانية التي كان ذات يوم وزيرا لخارجيته تماما لذلك المملكة المغربية كان موقفها واضح ورد فعلها كان واضح لان في نهاية المطاف هو يعتبر الممتل ممتل الاعلى للسياسة الخارجية الاوروبية وحينما نتحدث عن الاتحاد الاوروبي نتحدث عن موقف دول كبرى الآن فيما يتعلق بمغربية الصحراء هناك موقف اسبانيا الواضح هناك موقف ألمانيا الواضح هناك موقف دول فشغراد نتحدث الآن عن الاتحاد الاوروبي موقف دول فشغراد الوازن ونحن نعرف على أن دول اوروبا الوسطى ودول فشغراد لها وزن كبير الآن وهي تحدد مستقبل هذه المنظمة هذه المنظمة الدولية التي هي منظمة الاتحاد الاوروبي وكان من لازم كذلك على بوريل بطبيعة الحال أن يحفظ تاريخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبين المملكة المغربية لذلك أعتقد على أن اتخاذ هذه الخطوة وفي هذه الضرفية بالدات وكما هو جاء على لساني حيث تحدث عن التحديات الجلسياسية تحدث عن الصعوبات وقال بالحرف ينبغي أن تحولها المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إلى فرص لتطوير الشراكة الاقتصادية ينبغي التذكير أولا فيما يتعلق بهذه الشراكة على أن الهدف الأسمى من وراء المفاوضات التي جرت بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال التسعينات وبداية الألفية هو بطبيعة الحال دخول المقاولة المغربية إلى المجال إلى السوق الأوروبي المشتركة وبطبيعة الحال حينما تم تقديم إلى المغرب وضع متقدم سنة 2008 كان بهدف تحرير حركة البضائع والأشخاص والرسميل بين الاتحاد الأوروبي وبين المملكة المغربية في تيلمكا المرحلة لم يكن هناك أي تحدي يتعلق بمحاربة الإرهاب لم تكن هناك تحديات جيوسياسية كبيرة متعلقة بالجانب الأمني كان الهدف الكبير بطبيعة الحال هو التحقيق شراكة استراتيجية بين المغرب وبين دول الاتحاد الأوروبي وهي توجت بخطة العمل المشتركة 2013 و2017 والتي تم تمديدها إلى 2020 وبالتالي أعتقد سمحت لي الأستاذ نوفل على أن هذه الزيارة بطبيعة الحال هي تأتي للبناء على كل ما تم إنجازه خلال هاته 3 سنوات إن على المستوى الجيوسياسي المستوى السياسي والديبلوماسي إن على المستوى الاقتصادي على اعتبار أن الآن أوروبا هي في حاجة ماسة وملحة لشرك لهو المملكة المغربية لأعتبارات عدة لخصها هو في تحديات الجيوسياسية صحيح وربما كما قال بوريل نحن نشاهد صوره في لقائه مع السيد رئيس الحكومة عز أخنوش قال الشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تقوم فقط على المصالح وإنما على القيم ولكن هناك رسائل سياسية لابد أن تسمع سأرحل أنا وأنت إلى المؤتمر الصحفي الذي جمع السيد ناصر بوريطة مع السيد جوزيف بوريل بالعاصمة الرباط وكان هناك حديث من السيد ناصر بوريطة بلغة مباشرة وواضحة عن الهجمات التي تتعرض لها هذه الشراكة مع المملكة المغربية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي نتابع هذه الشراكة تواجه مضايقات قانونية مستمرة هذه الشراكة تتعرض لهجمات إعلامية متكررة هذه الشراكة تتعرض لهجمات في مؤسسات أوروبية وخاصة في البرلمان الأوروبي حيث يكون المغرب موضوعا وتكون هذه الأجمات موجهة وناتجة عن حسابات تهدف لنسف هذه الشراكة صاحب الجلالة أكد في آخر خطاب له في عيد العرش أن الصحراء هي النظارة التي يقيس بها المغرب من خلالها صدق الشراكات والتزام الشريك وهي المعيار الذي من خلاله يدبر المغرب شراكاته لغة واضحة لغة مباشرة من السيد وزير الخارجية وربما فيها رسائل لبوريل ولكن فيها رسائل لمؤسسات الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي وغيرها وكان قبل ذلك تحدث السيد بوريت على أن هذه الزيارة تأتي في سياق حراك دبلوماسي تعرفه العلاقات المغربية الأوروبية كان هناك زيارة المفوضية لاتحاد الأوروبي هناك مجموعة من المسؤولين الاقتصادين وغيرهم والساسة الذين زاروا من أوروبا المملكة المغربية وكانت هناك حوارات هادفة ولكن اللغة المباشرة الحديث عن حتى استحضار خطاب العهل المغربي بمناسبة عيد العرش والحديث على أن ملف الصحراء المغربية هو المنظار الذي يقيس به الشركات المغرب مع شركائه التقليدين وغير التقليديين فيها رسائل هامة جدا سنستمع لإجابة بوريل ولكن قبل ذلك أن تسمع الأوروبيين تلك اللغة الواضحة المباشرة فيما يخص قضايك الوجودية وليست المبنية فقط على شراكة اقتصادية هادفة والطموحة أن تتسعى لتطويرها مع الشركاء ما صدأها ربما ستكون هناك في بروكس صدأها كان واضحا في كلمة جوزيف بوريل لأتنى أندو الصحفية واستعملت أستدنو في الكلمة قال بالحرف أعتبر على أن مسألة صحراء هي قضية وجودية بالنسبة المغرب كان هذا هو الرد على الرسالة التي وجهها السيد ناصر بوريطة بوضوح في حضرة الممتلع السياسة الخارجية ولكن هذا خطاب شفوي اليوم السيد بوريطة وضعه في السياق الذي تتعرض له هذه العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لها جمات مباشرة سواء عبر الإعلام سواء عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي منها البرلمان الأوروبي يعني دائما وأبدا ما يكون هناك قطوات تؤدي للابتزاس في كثير من الأحياء المغرب الأمس لا يشبه مغرب اليوم والمغرب لن يرضى بالابتزاس والمغرب حين تأتي لتزورني سأستعرض معك تطور العلاقات ولكن في نفس الوقت سأريك ماذا تتعرض له هذه العلاقة من هجمات وهذا ما تفضل به السيد وأكثر من ذلك تاريخ العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تاريخ هذه الشراكة في البداية لم يكن أي إحراج لدى الأوروبيين في التعامل مع المنمكة المغربية وفي استقبال البضائع القادمة من الصحراء المغربية في الوقت الذي لم تكن للمملكة فيه آنذاك الوزن الذي تتمتع به المملكة المغربية الآن على المصرح الدولي على المصرح الإقليمي وبوريلت حين تحدث عن التحديات الجو سياسية تحدث على كون أن المملكة أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن في نهاية المطاف أن يواجه المخاطر الأمنية المتعلقة مثلا بالصحراء والساحل دون مساعدة المغرب واستعمل كذلك كلمة أن المملكة المغربية الآن تمتلك خبرة كافية في محاربة الإرهاب وبالتالي خطاب هذا اللقاء وهذه بطبيعة الحال وكلمة سيد ناصر بوريطة كانت واضحة في المجمل حيث استعادت ما سبق وانأشر إليه صاحب الجلالة على أن مغرب اليوم لم يعد يقبل بالتعاطي الانتقائي فيما يتعلق بمصالحه وقضاياه وعلى رأسهم القضية الوطنية التي تعتبر قضية مطر قضية مركزية قضية وطنية هي المصلحة العليا وبالتالي صحيح أن هناك الآن أمام هذه التحديات الإضافية التي أشر إليها بوريل بمعنى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الداخل الأوروبي في مجال الطاقة في مجال الغداء إلى غير ذلك لكن في نهاية المطاف أوروبا وتعترف على المستوى رؤساءها على المستوى زعامائها تعترف بأن المملكة المغربية على المستوى هذه المنطقة تعتبر دولة الوحيدة والأقرب إلى البناء السياسي الأوروبي إلى القيم الأوروبية المغرب الذي يشكي الآن النظام السياسي الديمقراطي على المستوى المنطقة المغرب يقدم الآن نموذج لدول خارج الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدور المجتمع المدني وتم تشديد على هذه النقطة داخل الحياة السياسية المغربية في دور المرأة ويعتبر هذه قيمة أساسية حاضرة الآن وأصبحت ضمن منظومة القيم للتقافة المغربية لكن الأهم في نهاية المطاف في هذه الشراكة الآن وخصوصا هذه الزيارة التي تأتي بعد أزمات عرفتها العلاقة بين دول معينة داخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية هو أنها تأتي لتؤكد على مسألة مهمة جدا هو أن المغرب المتواجد على المستوى منطقة حساسة جدا فيها البعد المتوسط وما يشكله من مخاطر مرتبطة بالهجرة فيها البعد الأمني وما يتعلق بمحاربة الإرهاب فيها دول تهدد الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي فيها حركة انفصالية كذلك لها حاولت أن تعرقل حركة البضائع والأشخاص من أوروبا نحو إفريقيا فيها دولة المغربية التي تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالسلم والأمن على المستوى الإقليمي وجيشها تدخل في اللحظة التي كان ينبغي أن يتدخل فيها للحفاظ على حركة البضائع للحفاظ على الخط التجاري بين أوروبا وبين إفريقيا مرورا عبر الصحراء المغربية عبر معبر الإرقالات وربما زلت اللسان التي كانت سببا في تأجيل زيارة جوزيب بوريل إلى المملكة المغربية تداركها الرجل عبر تصريحات تتحدث عن الجهود المغربية في تسوية نزاع الصحراء المغربية وتحدث عن جدية المغرب وأيضا مصداقيته بالإضافة إلى المجهودات التي تقودها الأمم المتحدة في هذا المجال وكما تفضلت سيلحسن أنها قضية وجود بالنسبة للمملكة المغربية نتابع ماذا قاله ممثل الشؤون الخارجية وسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي سيد جوزيب بوريل خلال الندوة الصحفي التي جمعته بوزير الخارجية سيد ناصر بوريلت خاصة ما يخص قضية الصحراء المغربية أدرك مدى الأهمية القصوى لملف الصحراء باعتباره قضية وجودية بالنسبة للمغرب ونعي الأهمية الكبرى لهذا الموضوع سأعيد هنا تأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يدعم مسلسل الأمم المتحدة ومبادرات المبعوث الشخصي لأمينها العام الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما نثمن عاليا الجهود الجادة والذات المصداقية التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي كما نشجع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق في سياق تسوية تتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في الحسن هل أذابت الجليد هذه التصريحات ونسخت ما جاء في تصريحاته السابقة التي كانت سببا رئيسيا في إلغاء زيارته إلى المملكة شهر شتنبر الماضي تماما كان للرجل فقط أن يؤكد على مسألة أن الاتحاد الأوروبي هو يتم من قرارات الأمم المتحدة ونحن نعرف على أن القرارات 26-54 صوتت عليه الدول الوزنة داخل الاتحاد الأوروبي وأصبح يشكل قلب الشرعية الدولية فيما يتعلق بهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء أكثر من ذلك تأكيد على الحل البراجماتي والواقع هو الحل السياسي البراجماتي والواقع هو إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الداتي لأن في نهاية المطاف مبادرة الحكم الداتي تأخذ بعين الاعتبار الوقائع العرض كون أن المملكة المغربية تمارس سيادة على هذه الأقاليم هي سيادة فعلية كاملة ومكتملة وأشرنا إلى حادث القرقارات وتدخل الجيش المغربي وبالتالي عمليا الدولة المغربية تتحمل مسؤولية على المستوى هذه الإقاليم متواجدة تمارس سيادة الكاملة تمارس ما نسميه في القانون الدولي بالهيمن على الأرض وبالتالي هذا الأمر الواقع الذي انعكس على المستوى الدبلوماسي على المستوى قرارات مجلس الأمن وكذلك على أن الدول الكبرى على المستوى الاتحاد الأوروبي وخصوصا الموقف الإسباني الذي كان زلزال فيما يتعلق بالظروف المحيطة بهذا الملف هذه الاستدارة في الموقف الإسباني بطبيعة الحال كان لها ما بعدها على المستوى الاتحاد على الاتحاد الأوروبي تنضف كذلك إلى مواقف الآن كل دول وزنة على المستوى أوروبا وبالتالي أعتقد على أن جوزيف بوريل الآن بالنظر كما قلت إلى ما تمت مراكمته في هذا الاتجاه جوزيف بوريل الآن يقولها صراحة على أن الاتحاد الأوروبي بمؤسسته لأنه في نهاية المطاف هو يمثل المؤسسات الكاملة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإدارة هذا الصراع بطبيعة الحال له مصلحة في كون أن المصار الأممي ينبغي أن يتجه نحو إقرار مبادرة الحكم الداتي إقرار سيادة المملكة المغربية على الأقاليم الجنوبية نواصل في الشق السياسي قبل أن ننتقل للشق الاقتصادي لأن الشراكة مع أوروبا أيضا لها وجه آخر وجه اقتصادي مثالي ثلثي الاستثمارات في المغرب الأوروبية شراكة تقليدية وضع متقدم أمور كثيرة جدا حتى هو في مداخلة أخرى تحدث على أن هذه الشراكة لا يمكن إلا أن تكون وثيقة بالنظر إلى تواجد خمسة ملايين مغربي على الأراضي الأوروبية وتحدث عن مليون في أرضه في بلاده هناك في إسبانيا ولكن في الأمور السياسية اليوم بوريل بمنصبه الجديد بوريل لا ننسى أن لديه الشق السياسي الخارجي ولكن لديه الشق الأمني أيضا داخل الاتحاد الأوروبي منصبه كنائب المفوضية الاتحاد الأوروبي في ذات الإطار هناك متغيرات وقعت على المستوى الأوروبي فرادة وجمعات تحدثت قبل قليل عن مجموعة في الشقرات ولكن سنتحدث عن موقف إسبانيا إسبانيا قوة لا يستهن فيها في الاتحاد الأوروبي سنتحدث عن موقف ألمانيا سنتحدث عن مجموعة من الدول حتى إيطاليا هي الأخرى بغض النظر عن الحكومة اليمينية الجديدة إيطاليا لها موقف أيضا ثابت دعم لمسألة أو لمسلسل الأمم المتحدة في قضية الصحراء الرجل يتحدث ولكن دائما وبدأ هناك مرجعيات هناك سياق يفرض نفسه دون أن نتناسى أو نتغاضى عن الاعتراف الأمريكي التاريخي بمغربية الصحراء وبالتالي حدود العلاقة وتطوراتها فيما يخص ملف الصحراء كان لابد أن يترجم بتصريحات رسمية من السيد بوريل كما قلت الأستاذ نوفل أعتقد على أن جوزيف بوريل أدرك هذه الدينامية حول مغربية الصحراء حول هذا الصراع المفتعل وبطبيعة الحال على المستوى السياسي جوزيف بوريل كان من الضروري أن يلقي خطاب في مستوى اللحظة بمعنى هناك دينامية دولية دينامية إقليمية وأعتقد على أنه أشار بوضوح أشار بوضوح واطلعت على استجواب إحدى الصحف المغربية مع جوزيف بوريل تحدث عن علاقات المغرب مع القرى الإفريقية وعن العلاقة المتطورة بين المملكة المغربية ودول الشرق الأوسط حددها بهذه الصيغة بمعنى يدرك الآن جوزيف بوريل أن مكانة المغرب على المستوى الأقليمي وعلى المستوى الدولي هي مكانة مهمة جدا أن المغرب حاضر في قلب الجغرافية السياسية أن هناك تطلعات لدول كبرى على الصعيد العالمي تطلعات لبناء شراكة استراتيجية مع المملكة المغربية وبالتالي الاتحاد الأوروبي الآن الذي يرزح تحت التقل الحرب الروسية الأوكرانية الذي يعاني الآن على المستوى الطاقة وعلى المستوى الأمن الغذائي الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال الذي يشاهد صعود الصين القوي ويلاحظ في نفس الآن أن هناك تراجع لاقتصاداته وبالتالي هذه الشراكة مع وهو تحدث تحدث بلغة فيها غزل واضح للمملكة المغربية حينما يقول على أنها الدولة الوحيدة على أن المغرب هو الدولة الوحيدة الذي تمكن من بناء علاقة استراتيجية معه منذ سنة 2008 إلى حدود الآن وأشار بكل وضوح إلى الشراكة التي تم توقيعها في أكتوبر في أكتوبر الأخير الشراكة الخضراء بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي وما تحمله بطبيعة الحال للاقتصاد الأوروبي على المستوى الطاقة وبالتالي سياسيا الموقف الأوروبي الآن أصبح أصبح موقف متأخر بالنظر إلى موقف دول العالم وبالنظر إلى موقف الدول الإفريقية وبالنظر إلى موقف روسيا كيف لالتحاد الأوروبي الذي معظم دوله هي دول شريكة اقتصاديا وتجاريا مع المملكة المغربية بل فيها بعض الدول التي تربطها شراكة أمنية قوية جدا كيف لهذه الدول أن تتأخر على المستوى السياسي أن تتخلف عن الموقف الروسي أو تتخلف عن الموقف الصيني التي صوتت لصالح القرارة 26-54 وبالتالي هذا الموقف الذي عبر عنه جوزيف بوريل اليوم هو موقف متقدم جدا صحيح أنه تعطر كثيرا في إعطاء موقف واضح بهذه الصغة لكن في نهاية المطاف أن هذا الموقف الأوروبي ينبغي أن يكون هكذا بمعنى لم نستجد أوروبا المغرب لم يستجد أوروبا المغرب كما قلت دائما أنه بنى باراديق مواضح للسياسة والديبلوماسية المغربية كون من سيلتحق بركب المغرب فيما يتعلق بشبكة المصالح أو فيما يتعلق بخريطة المصالح وخريطة الشركات للمملكة المغربية فليلتحق بناء على سيادة المغرب على الأقليل الجنوبية هذا أمر واضح ذكر به السيد ناصر بوريطة مقتبسا من كلام العهل المغربي في خطاب العرش أن قضية الصحراء هي المنظر والذي ننظر به إلى شراكاتنا مع شركاء ولكن في نفس الوقت نحن نقول دبلوماسية المنصب إن صح التعبير يعني الرجل إطاره واضح تصريحته كانت واضحة وحتى الكلمات التي استخدمها كانت أكثر من واضحة قل فيها غزل قل فيها نوع من المصالحة قلنا أنه بدأ بتهنيئة المنتخب الوطني وقلنا اليوم كيف تفرض احترامك اليوم المغرب يفرض احترامه في السياسة والاقتصاد والرياضة ولن يرضى بالمغرب وله يعني للأوروبيين دروس وعبر من الموقف من ألمانيا الموقف من إسبانيا إلى غير ذلك ولكن الجميل في الأمر أن السيد ناصر بوريطة حين تحدث هو تحدث بلغة الأرقام بوريل عن الاستثمارات الأوروبية عن التبادل التجاري ثلثيه مع الاتحاد الأوروبي عن الشراكة الاقتصادية العميقة عن الجالية المغربية المقيمة عن الشراكات الأمنية عن الشراكة في قضايا هامة وهامة جدا كالهجرة وأجابه السيد ناصر بوريطة بأن الشراكة مع الاتحاد الأوروب بتوضع بالنسبة للمملكة المغربية في المقام الأول يعني هي من الصف الأول فيما يخص الشراكات وهي أساسية وستراتيجية وتحدث أيضا في ذات الإطار من النقاط التي ذكرها بأن المغرب أيضا ينسي الشراكات مع أطراف أخرى حول العالم فاليوم أنت تقدم رسائل لن أقول فيها الترغيب نعم ولكن لن أستخدم مصطلح الترهيب بقدر ما سأقول بأن لن تجمعنا العواطف والوعود الكاذبة بقدر ما ستجمعنا مصالح المملكة الاستراتيجية هذا ما وصل لبوريطة اليوم وفي نهاية المطاف الخيط النادي مع المستوى العلاقات الدولية هي المصلحة وأعتقد على أن أوروبا تراعي مصلحتها أكثر أعتادوا من الدول الأفريقية أعتادوا تماما أعتادوا أن يكون هناك خطاب لذلك في نظري على أوروبا أن تعتاد على المغرب الذي يمارس سيادته على قراره الاقتصادي والسياسي وهذا ما أزعج بعض الأوروبيين حقيقة هو كون أن المملكة المغربية أصبحت تتخذ قراراتها وأصبحت تنسج هذه الشراكات بناء على قرار سياد وطني بناء على المصلحة العليا للمملكة المغربية ودون أي اعتبار لأي دولة لا ترضى بأقل انتهى عاد المجملات عاد الابتزاز قرارات الصحراء المغربية لأخذ تنازلات من المملكة المغربية والتوجه المغرب نحو إفريقيا توجه المغرب نحو شركات جنوب جنوب توجه المغرب نحو الهند نحو الصين نحو روسيا نحو كل دول صاعدة نحو تركيا هذا التوجه في نهاية المطاف هو ينضبط لقاعدة أساسية هو المصلحة الوطنية وبالتالي فالأوروبيون الآن أمام هذه المعطيات أمام هذه الحقائق أسميها على المستوى الحقائق الجديدة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لا يمكن في نهاية المطاف بطبيعة الحال أن يبقوا في وضع المتفرج خصوصا وأن وأن المتغيرات على المستوى الجيوسياسي هي متغيرات سريعة جدا هذه المتغيرات تفرض أن يكون هناك شراكات أعمق مع المملكة المغربية التي اليوم أصبحت يعني رائدة في الطاقات المتجددة ولديها إصلاحات اقتصادية عميقة وأصبحت قبلة للاستثمار فـ 45 مليار دولار قيمة الاستثمارات المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي نتحدث عن شريك استراتيجي شيئنا أبينا ولكن وفقا لقاعدة استخدمها المغرب مع قارته الأفريقية وين وين رابح رابح اليوم الرسالة على المستوى الاقتصادي قد تنقل من بوريل أيضا للاتحاد الأوروبي لهيئاته لمفوضياته من أجل أن يكون هناك تطوير بما أن زيارته تلي زيارات أخرى لمسؤولين في السياسة والاقتصاد أكيد أعتقد على أن تاريخ هذه الشركات أهبان على أن المغرب في المرحلة الأولى قام بإصلاحات مهمة جدا إصلاحات ضريبية إصلاحات جمهوركية إصلاحات سهلة حركة البضائع والأشخاص وأعتقد على أن تم الإقرار به من طرف سيد جوزيف بوريل في الحوار الذي أجره مع الصحيفة المغربية البنية التحتية منطقة تبدو الحر بمعنى أن المملكة المغربية هيئت نفسها قانونيا قانونيا واقتصاديا بطبيعة حال لإنجاز هذه الشركة الاستراتيجية المغرب الآن بحكم قوة الواقع هو الشريك الأول والشريك التجاري الأول لأوروبا خارج أوروبا وأوروبا هي الشريك التجاري رقم واحد للمملكة المغربية وعلى المستوى الطاقي التفاق الإطار الذي وقع سنة 2012 وتم تفعيله بطبيعة الحال خلال السنوات اللاحقة المتعلق بالطاقات المتجددة وتوجه في أكتوبر الماضي بمشروع الذي اعتبره بكلامه على أنه الشراكة الاتفاق الوحيد مع دولة خارج من هذا النوع مع دولة خارج من الاتحاد الأوروبي هو هذا الاتفاق مع المملكة المغربية دون أن ننسى أن هناك إصلاحات هيكلية على مستوى النصوص القانونية المتعلقة بالاقتصاد وغيرها واقتصاد السوق وأمور كثيرة جدا تتأقلم مع الفكر الأوروبي أو الروح الأوروبية دون أن ننسى أن المملكة المغربية في قضايا البيئة والمناخ يعتبر أيضا رائد المغرب رائد في قضايا الهجرة واليوم يعني لديه علاقات عميقة جدا مع أوروبا ولكن لا يمكن دائما وأبدا أن يتحمل فاتورة هذه الظاهرة التي تمثل بمثابة البعبع لقارة أوروبية تترنح اليوم بين أمن طاقي وأمن قومي تسببت به الحرب الروسية الأوكرانية شكرا لك سلحسن أفرق على كل هذه الإضاحات والتوضيحات فيما يخص زيارة السيد جوزيف بوريل التي سنتابعها بتأكيد بتقضية أوسعة من خلال برامج ونشرات قناة ميديان تي في شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم تحييين وما كنتم إلى اللقاء